وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أسامة الماجد نرحب فيك أستاذ أسامة بداية ما ورد في كلمة مملكة البحرين في الأمم المتحدة عن دعم المملكة المستمر لإصلاح المنظومة الأممية كيف تقرأ ذلك وكيف تقرأ جهود مملكة البحرين لإصلاح المنظمة الأممية نعم أخي كريم مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه تمثل نبراسا حقيقيا لجميع الشعوب التي تتطلع على الأمن والرخاة والسلام وشريكا فعلا حقا في خدمة قضايا العالم العادلة والمساهمة في نشر الأمن والسلام في ربوعة وتقوم بوجبها على أكمل وجه أخي الكريم هذا الوطن العزيز دائما يحمل المسؤولية التاريخية تجاه مختلف القضايا الدولية والصدق والعمق وقول الحق ويقوم بنشاط واسع النطاق في سبيل تقدم وازدهار شعوب العالم ولا شك أن دعم مملكة البحرين المستمر لإصلاح المنظومة الأممية ما هو إلا دليل القاطع على سعي المملكة الدعوب لحياة أقوى وأفضل ومستقبل أجمل وأمتع وأكمل لكل مجتمعات قاطبة وتحقيق مناخ ملائم وضروري للتنمية والسلم والأمن القليمي والدولي ويبين أيضا ريادة مملكة البحرين في السلام والمحبة وهي قادرة على الوفاء بعظم الأمال والعطاء في بناء الحضارة الإنسانية وتقدمها ورخاء الشعوب بلا حدود خصوصا والعالم والمنطقة تحديدا تمر بتحديات أمنية وسياسية واقتصادية تحتاج إلى نظرة علمية منهجية بساط طابع شمولي وتجاوز الإرث المزمن من المصائب والعقبات على المختلف الأصعدة لذلك ينبقي على الأمم التحدة أن تقوم بدورها الذي أمشأت من أجله وهو صون السلم والأمد واليين أخيرا كلمة سيدي سمولي العهد رئيس المدلس وزراحه والله ورعاه بمعناها الشامل والأكبر عكست التقدير العالمي مملكة البحرين ومواقفها المشرفة التي باتت معروفة للقاصي والداني والتاريخ مليء بأمثلة بليقة على الجهود الجبارة التي تبذلها من أجل الأمن والاستقرار نعم الكاتب باصح في أسامة الماجد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر